مرحباً نحن هايكا وهنا سوف نشرح لكم اليوم كيف تتم معالجة الفخار نبدأ مباشرة من منطقة التنقيب ونرى كيف يتم إخراج كسرات الفخار من الأرض وبعد ذلك غسلها سوف نوضح لكم كيف يمكن تصنيف وفرز الفخار وكيف يتم وضعه بأمان في المخزن موسى النعواشي من مقيس مشرف العمال في الحفرية منزل الحفرية منحفر نظام الطبقات عشرة سانتي بالمصطرين والحرارة وبنهاية الطبقة بتم التصوير ومنزل طبقة ثانية الفخار اللي منطلعه لحال الحديد قطع العملة أي شي منطلعه نوضعه منعب الفخار بكياس ونحط البطاقة ونبعثه للغسيل مرحبا أنا براء الصياح من أمقيس بشتغل مع المشروع الألماني مرحبا اسمي شروق العمري من قرية أمقيس بشتغل مع المشروع الألماني هسا بيجينا من الحفرية بوكسة بوجد فيها الفخار ووجد فيها القزاز العظم الحديد طبعا العظم والحديد والقزاز ما بنغسله الفخار هو بس اللي بنغسله طبعا بيجينا بكياس طبعا الفخار بكون كل فخار يعني كل كيس بكون فيه كرت مكتوب على الأشياء بتخص الفخار هسا هاد الفخار بنتقل لمراحل الغسل أكثر من مراحل الغسل ياللي بتبلش بنقع الفخار بمي مدة عشر دقايق بعدها منبلش أن ننظفها بالفرشاية وبننقولها من المي أنظف بعدها منشيل الفخار من المي النظيفة على الصندوق تبعه منحط بكل صندوق بطاقته يلي هي مع الكيس الفخار الأصلي يعني بعدها بتبلش مرحلة تنشيف الفخار الأهم وقبل كل شيء تسمية كسرات الفخار أي كل القطع يمكن اتباع أساليب وطرق مختلفة لهذا الغرض يجب العثور على اختصارات موحدة يمكن تطبيقها على جميع القطع ويتم اتباع نفس الطريقة على جميع المساحات والمقاطع الأخرى في منطقة التنقيب في حالتنا هنا هي أم قايس أو كو بعدها تأتي السنة 2021 لأن هذا هو المكان الذي تم فيه التنقيب بعد ذلك رقم المنطقة واحو 60 ورقم المقطع 2 وأخيرا موقع اللقية 53 إذا كان لدينا كسرات من الفخار تحتوي على زخرفة ديكور أو عليها طلاء ملون بالطبع لا نكتب الرقم على الديكور أو الزخرفة لكن نبحث عن مكان غير واضح مثل الداخل هنا يتم تطبيق هذا الأسلوب على كل كسرات الفخار بغض النظر عما إذا كانت كسرات الفخار من الجدار البدن أو كسرات الفخار التابعة لأجزاء أخرى مثل المقابض والفوهات وذلك لمنع وضع كسرات الفخار في الصندوق الخطأ أو إذا قمنا بوضعها في خزانة وأراد شخص ما الوصول إليها لاحقا فسيعرف دائما أن كسرة الفخار هذه تعود لهذه الموجودات وليس لأخرى الآن بعد أن قمنا بتسميت جميع كسرات الفخار قد حان الوقت لفرزها للقيام بذلك نقوم بالفرز وفقا لمجموعات مقسمة حسب نوع المواد المصنوعة منها أي نوع العجينة لكي نتمكن من التعرف على قطع الفخار حقا علينا أن نعمل كسرا جديدا هذا يعني أننا لا ننظر إلى حواف الكسر القديمة أو الصفح ولكننا نأخذ كماشة ونعمل ببساطة كسرا على الحافظ ومن ثم يمكن أن نرى بوضوح كيف تم تكوين الطين ولون الطين وما يحتويه من شوائب لقد قمت للتو بإعداد أربعة أمثلة لدينا هنا فخار خشن يحتوي على عدد كبير نسبيا من الشوائب والتي يمكنك رؤيتها بالعين المجردة بالإضافة إلى أن طريقة صنعه وتصنيفه تختلف أيضا عن الأجزاء والقطع الأخرى لأنه مصنوع يدويا على النقيد من ذلك هناك كسرات الفخار التي تعود إلى أواني الفخار المصنوعة على العجلة أي تكنولوجيا إنتاج مختلفة يمكن أن نرى بوضوح الألوان المختلفة للكسور الفردية وكذلك الجزيئات الضامرة والهزيلة الممزوجة في الطين هنا على سبيل المثال هذا اللون البني المحمر أو هذا اللون الوردي للطين وفقا للمجموعات نقوم أولا بفرض قطع الفخار على الطاولة قبل البدء في الفرض الأكثر تفصيلا بعد أن تم فرض الفخار وفقا لمجموعات مقسمة حسب نوع المادة المصنوع منها أي نوع العجين الآن الخطوة التالية هي تعريف وتحديد الفخار بما أننا نعمل في الموقع من فترة فقد أصبح لدينا لوحة ألصق عليها عينات من المجموعات المقسمة حسب نوع عجينة الفخار لقد قمت باختيار مجموعة من مجموعات الفخار المصنفة حسب نوع العجينة واخترت كسرات الفخار الملون باللون البني المحمر وحصلت بالفعل على القطعة الأولى الآن يجب تقسيم مجموعات الفخار الخشنة بشكل أكثر دقة وأنا أفعل ذلك بمساعدتي لوحة الكرتون هذه أنظر باستخدام عدسة مكبرة وأقارن القطعة بالعينات الملسقة على الكرتون إذا وجدت قطعة فخار مطابقة أو مشابهة فأنا أعلم جيدا أنه ينتمي إلى هذه المجموعة وفي هذه الحالة لدينا قطع الفخار زعة اللون الأحمر الفاتح ثم أقوم بفعل ذلك مع جميع القطع التي تعود إلى مجموعات الفخار المصنفة حسب نوعية عجينة الفخار وهي اللون البني المحمر وأنظروا وفقاً لذلك على القطع التي تعود لمجموعة اللون الأحمر الفاتح هارد وفقاً لذلك يتم فرزها في النهاية وتدوينها من أجل الحصول على نظرة عامة لاحقاً على ما تتضمنه بالفعل كل واحدة من الموجودات فإن الخطوة التالية هي التقاط صورة عامة لذلك قمنا بفرز القطع نحن نعرف الآن بالضبط مجموعة الفخار تحت أي مجموعة تم فرزها بحسب نوعية العجين المصنوعة منها والآن دعونا نلتقط صورة وللقيام بذلك نحتاج وهو أمر مهم جداً إلى مصطرة قياس حتى نتمكن من التعرف على نسبة الحجم بعد ذلك لدينا أيضاً بطاقة ملونة وهذه مهمة جداً لمجموعات الفخار المصنفة حسب عجينة الفخار والأهم قائمة اللقى المسجلة حسب السياق الأثري وذلك حتى لا يتم فقدان أي معلومات لاحقاً عند فرز الصور سأقوم الآن بوضع قائمة اللقى والموجودات في المنتصف وفوقها البطاقة الملونة للمجموعة ثم مصطرة القياس يمكن استخدام أي مقياس تريده ثم ألتقط صورة عامة إذا كنت مهتماً بأفضل طريقة للتقاط الصور فقم بإلقاء نظرة على فيلمنا الخاص بتوثيق اللقى الجزء الأول حيث ستجد المزيد من المعلومات التفصيلية بعد أن قمنا بتصنيف مجموعات الفخار سنبدأ الآن في عرض ما هي الخطوة التالية باستخدام مجموعة واحدة من هذه المجموعات أولاً نقوم في عد كسرات الفخار التي تعود للجدار البدن وذلك لإجراء تحليل أحصائي لسوء الحظ لا يمكننا العثور على أي معلومات جديدة لذلك نواصل العمل مع كسرات الفخار التابعة لأجزاء أخرى مثل الرقبة أو المقبض نحن نواصل العمل الآن بطريقة مماثلة لطريقة فرز الفخار في مجموعات حسب نوع العجين المصنوع منها من المهم الآن تحديد طيراز أو نموذج الفخار وذلك حتى يتم وصف كل شيء بشكل متماثل لذلك وكما قمنا بعمل صناديق لمجموعات الفخار المصنفة حسب نوعية عجينة الفخار قمنا أيضاً بإنشاء ما يسمى بكتالوج لنمازج الفخار الذي يحتوي على كل نمازج الفخار التي تم العثور عليها في الموقع لقد وجدنا الآن مجموعة من كسر الفخار من نفس النموذج والطراز ويمكننا الآن تحديدها بشكل أكثر دقة باستخدام كتالوج نمازج الفخار هذا إذن بروفايل قطعة الفخار هذه متطابقة للرسم الموجود في كتالوج نمازج الفخار بنيت فوهة الفخار نفسها وعالجت جدار الفخار نفسها هذا يعني أنني حصلت على النموذج المطابق أدونه في استمارة اللقاء إذن في هذه الحالة أكتب قطعة فخار من الفوهة نحن الآن في المجموعة المصنفة حسب نوع عجينة الفخار من حيث المبدأ لا يهم كيف يتم التسجيل على الاستمارة ولكن المهم جداً هو تسجيل رقم المنطقة المقطع ورقم السياق الأثري هذا يعني ضرورة وجود كل المعلومات الهامة على الورقة كي لا تتكون استمارات اللقاء فقط من أرقام وتحليلات أحصائية فحسب بل يمكن أيضاً أن ترفق بالرسومات وصور فوتوغرافية للنشر لذلك نختار من السياق الأثري القطع الأكثر أهمية أي الأفضل حفظاً والأكبر والأقدم ونعطيها رقماً إضافياً وهو رقم التعريف حتى يمكن العثور عليه لاحقاً من الصور والرسومات يتم بعد ذلك فصل كسرات الفخار هذه وتعبئاتها فيك إذا كنت تريد معرفة المزيد عن كيفية رسم الفخار فما عليك سوى مشاهدتهم توثيق اللقاء الجزء الثاني بمجرد الانتهاء من فحص اللقاء والموجودات والمقصود هنا كل كسر الفخار التي تم فصلها للرسم والتصوير الفوتوغرافي يجب أن تتم إعادتها إلى الصندوق ونقل كل شيء إلى المستودع وتخزينها هنا آمل أنكم تعلمتم شيئاً جديداً إذا أعجبكم ما قدمناه شاهدوا إذن فيديوهاتنا عن رسم وتصوير الفخار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر